في مختلف مناطق ولاية جابس وفي منطقة بوشمى على وجه الخصوص انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب آثارت الكثير من الاحتجاجات لدى مواطني هذه المنطقة وبقية المناطق جراء هذا الانقطاع المستمر ولسنوات عديدة ولفترات طويلة ومتتالية قبل كل شيء باش نحكي على الماء في بوشمى ومشكلتنا مع الماء في بوشمى جماعة تحكي على الماء لخمسة سنين التالي رو مشكلتنا مع الماء في بوشمى بالمرتاح فمع عشر سنين كيفاش بدأت مشكلة الماء في بوشمى؟ الماء في بوشمى أول ما بدأت ساعة ضعيفة على الأخر معناها فشتين عانوا ما يوصلش الماء باش يسخن باش ليلة فشتين عانوا بالخطر صغرنا ميسخنش الماء من نجموش ندوشو القطاع الماء كان في الأول امتاع نهارين وثلاثة يام كل أسبوع وتوى نحكي على خمسة يام وستة يام متواصلين والماء مقصوص علينا وضعية صعبة برشا اليوم المواطن يعاني الزوال يعاني نحكي لوظيات صحية كيف كيف رسلنا جميع السلطة المحلية والجهوية حضرنا عشرات الاجتماعات عشرات الجلسات إلى يومنا هذا ما فمش حل نزمنا حلول فهمني خطبوا شمى تعبت تعبنا فدانا عطشنا خويا في الأخر نزمنا حلول جدرية زينا مننا ومنسكتين على حقنا منسكتين وبالقانون السلطات الجهوية بولاية جابس تؤكد من جهتي هذا الاشكال القائم منذ سنوات في ولاية جابس لا سيمة على مستوى تزويد تجمعات السكانية الكبرى كمنطقة بوشمى بالماء الصالح للشرب بشكل مستمر ومتواتر وعدة بإيجاد حلول لذلك بفضل تضافة للجهود ناس كل مداخلين كل إخوة في الشركة التونسية الاستغلال والتوزيع المياه المجتمع المدني الأخوة في المجمع المائي في المنطقة الصناعية استطعنا بفضل مراتون من اللقاءات من التنقلات على عين المكان وبفضل معناتها استطعنا أن نسترجع بير جروده اللي هذا يمعطل طيلة سنوات استطعنا أن يذفلنا معناتها أكثر من 50 لتر في ثانية إضافة إلى معناتها إجراء التحويلات وتعديلات وفق خارطة وقعنا بعد مراتون من الجلسات والاتفاقات بين المداخلين كل استطعنا والحمد لله أن الحلوة الإشكالية والمعضلة هذه أن الفلاح يسقي أرضه وأن المواطن ما يبقاش من غير ما هو الإشكال الدائم المتكرر منذ سنوات في ولاية جابس وغيرها من المناطق الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب أثار حفيظة المواطنين في مختلف المناطق والأمل أن يتم الانطلاق في استغلال قريب لمحطة تحلية المياه بمنطقة الزارات حتى توجد حلول نهائية لهذا الإشكال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر